موسيقى زيك يا جماعة نهاردة في حلقة جديدة هنا في هوم سينما النهاردة هرجعنا نعمل فيديو جديد في الكاتاجوري بتاعنا اللي هو هورور في البيت احنا عملنا فيديو واحد بس ليه هوم سينما بتاع هورور في البيت وهو كان فيلم شاطر النسخة الاسيوية احنا اللي ما شابش الفيديو بتاع فيلم شاطر اللي احنا كنا عاملينه احنا كنا قيلين حنعمل اتنين كاتاجوري منفصلين عن الكاتاجوري بتاع هورور في البيت اول كاتاجوري هيبقى اللي هو الافلام الرعب او اللي هو الكاتاجوري ده اصلا بيزد على افلام الرعب الشق الاول او النص الاول حيبقى النسخة الاسيوية والنسخة التانية حتبقى النسخة الاجنبية اللي الافلام الامريكاني العادي جدا exemplo ومش عارف ايه ولنسخة الاسيوية زي الفيلم من الافلام اللي احنا عملناها كان فيلم اسمه الاشتر اللي هو بعد كده اتتعمل فيلم انجلش سنة الفين واربعة تعريبا بس احنا قلنا ان الفيلم الاسيوي احسن منه بكتير جدا فاللي حايت بيتفرج على فيلم شوتر اللي انا عملت له آآ يتفرج على النسخة الاسيوية ما يتفرجش على النسخة الاجنبية النسخة الاسيوية احسن بكتير. واحنا لسه هنا مكملين في المكان العظيم بتاعنا مفيش احلى ان انت تبقاعد بتعمل وقاعد على السرير وحطت المايك وفتح الكام ورينج لايت بقى وحركات ولابتوب باتك وموبايلك وتليفزيونك وقاعد كده قدام الشاشة ومريح دماغك وبصراحة الجو اصلا ساعة وانا برضو لسه قاعد بالبطانية المتواضعة بتاعتنا والجو اساسا سائع والواحد مكسل وقاعد متكلفة ومتدفي فأنا بصراحة بصراحة لحد دلوقتي لحد دلوقتي في هوم سينما انا شايف انا بالي تقريبا دلوقتي خلاص تقريبا داخلين على كمان شهر او شهرين كده يبقى كان منا سنتين في هوم سينما تقريبا آآ تقريبا لحد دلوقتي ده اعظم حاجة انا عملتها في حياتي ان انا اصور في مكان وانا قاعد على السريك كده ومانتخ والبطارية والمايك وقاعد ومستقنيس والتليفزيون قدامي واللاب والموبايل وكل حاجة وكل حاجة تمام يعني. وبدل ما انا لسه هقوم ولسه هعمل ولسه هسوي كده زي الفول. انا قاعدين في البيت بالزبط يعني اسمه على مسمى هوم سينما. الفيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة او هنتكلم على آآآ فيلم عمل طفرة جامدة اول لما نزل آآآ عمل ضجة عمل ضجة بالتلازينة لما نزل هو فيلم اسمه ده تاكسس تشين سو ماساكر. الفيلم اللي محدش يعرف عنه حاجة فيه ناس كتيرة تعرفه في ناس كتيرة ما تعرفوش كان اول جزء نزل فيه سنة الف تسعمية اربعة وسبعين. سلسلة مكونة من تمن افلام لفيلم تاكسس تشين سو ماساكر فيه الاولاني وفيه بعد كده التاني وبعد كده نزل الجزء التالت وبعد كده نزل ده ناكست جينيريشن دلي كان سنة سبعة وتسعين وبعد كده نزل تاكسس تشين سو ماساكر بتاع الفين وتلاتة وبعد كده نزل اللي نزل سنة الفين وستة وبعد كده آآ تاكسس تشين سو ثري دي ده اللي كان نزل الفين وتلاتاشر وآخر واحد نزل اللي هو اللي كان نزل سنة الفين وسبعتاشر. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه هورور في البيت. النهاردة هنتكلم على النسخة الاجنبي مش النسخة الاسيوية. اخر فيديو كان النسخة الاسيوية. قلنا عن فيلم شاطر. النهاردة هنتكلم على النسخة الاجنبية. والفيلم اللي معنا النهاردة اسمه ده تاكسس. وحنتكلم على جزئين بس النهاردة اه في هوم سينما هنتكلم على اول واحد خالص اللي نزل سنة اربعة وسبعين ودي تاكسس تشين سو ماسكر اللي نزل سنة الفين وتلاتة. بتدور احداث الفيلم دا تاكسس تشين سو ماسكر الف وتسعمائة واربعة وسبعين ان اتنين اخوات وكانوا معاهم تلاتة من اصحابهم. هم راحين المدافن عشان يزوروا جدهم. حصلت حاجة خطيرة جدا انهم قبلوا واحد سايكوباتي في الشارع وركبوا العربية معاهم بس ابتدى ان هو يظهر عليه الجنون. فقرروا انهم لازم نزلوهم العربية قبل ما يعمل مشكلة كبيرة معاهم. وبالفعل نزلوهم العربية وراحوا مكان غريب جدا ابتدوا يتعرفوا فيه على ناس سايكوباتية اكتر وبياكلوا لحوم البشر. ومنهم هناك واحد اسمه لادر فيس. لادر فيس دا اللي الكاراكتر بتاعه اتاخد من شخصية كانت موجودة بالفعل اسمه اد جين. اد جين دا اتى الناس فعليا كاتب اقتبس القصة دي من واحد اسمه اد جين كان فعلا بيقتل ناس وبيسلوخهم. في انه تلقى نفس السيناريو بالزبط اللي حصل مجموعة صحاب بس المرة دي ما راحوش يزوروا جدهم بس المرة دي كانوا راحين عادي جدا راحين يهافوا فن مع نفسهم صحابهم بقى وبتاع طلعين وغيروا جو. وبالفعل برضو حصل نفس الحوار لقوا هيتش هايكر في الشارع بس المرة دي كانت بانوتة صغيرة كانوا حابين يعرفوا ايه اللي حصل لها ومع الوقت قتلت نفسها جوه العربية. بس مع الاسف ابطالنا اللي موجودين في الفيلم بتاع تاكسس شاين سو ماساكر الفين وتلاتة مش عارفين بالزبط ايه اللي حصل لها وليه عملت كده لحد لما بيوصلوا لمكان برضو بيتعرفوا فيه على ناس سايكوباتية اكتر زي بالزبط الجزء الاولاني. فيلم تاكسس شاين سو ماساكر واحد من بالنسبالي انا واحد من افضل الافلام الجور اللي نزلت قديمة اوي بس انا مشكلتي مع تاكسس شاين سو ماساكر ان في اجزاء كتيرة جدا زي ما قلنا ان هما تمن اجزاء. انا تفرجت على الجزء الاولاني خالص اللي هو بتاع سنة الف تسعمائة اربعة وسبعين من قريب. لسه ما فيش من اسبوع تقريبا او اسبوع نصف. فكررت ان انا كنت عاوز اعمله بس قلت ان انا لازم احطه مع الفين وتلاتة. ليه هحطه مع الفين وتلاتة? لان ده بالنسبالي كانوا يعني اعتبر الافضل في السلسلة اللي هو بتاع الفين وتلاتة. يعني لو حد جاي سألني الجزء الاولاني بتاع سنة اربعة وسبعين كان احلى ولا تاكسس شاين سو ماساكر بتاع الفين وتلاتة كان احلى. انا من وجهة نظري انا كعمر هنا على هوم سينما موفي ريفيور هقول ان بتاع الفين وتلاتة كان احلى بكتير جدا من الجزء الاولاني. خصوصا انا كنت اتفرجت كمان على بتاكسس شاين سو ماساكر بتاع الفين وستة اللي هو وتفرجت على تري دي وتفرجت على فلحد سلسلة الاخر اتفرجت عليهم كلهم بس مع الاسف ما اتفرجتش ولا على الجزء التاني ولا التالت ولا الرابع اللي هو اتفرجت على الاولاني وبتاع الفين وتلاتة وبعد كل اللي نزلوا بعد الفين وتلاتة اتفرجت عليهم. بس انا بالنسبالي الفين وتلاتة كان حلو جدا يعني خصة كان حلو جدا ابتدى يشرح واحدة واحدة ان هما العيلة دي بتعمل ليه كده? واللي عجبني برضو ان فيه في نزل القصة بتاعة الفيلم اللي كان نزل بعد تاكسس تشينسو ماسكر الفين وتلاتة ان هو بشرح لك هو ليه بقى كده بس انا بالنسبالي يعني البداية القصة هو ليه بقى شخص مجنون وبيقتل الناس وبصرخ الناس ومش عارف ايه بس انا بالنسبالي يعني لو هنتكلم كافلام جور وافلام رعب وكافلام يبقى الفين وتلاتة ليك مع الموش يعني احلى احلى فيلم في السلسلة كلها اربعة وصبعين الفيلم بتاع سنة الف وتسعمائة وسبعين اللي هو يعتبر هو اللي بدأ اصلا السلسلة انا مش بقول انه وحش او ان هو ما روش اي لازمة لا هو كان حلو على وقته على الف وتسعمائة اربعة وسبعين زي بالزبط بالزبط زي فيلم اللي هو بتاع فريدي كروجر اللي عنده ضوافر كبيرة اللي بيموت الناس في لما بيجي لهم كوابيس بيقتلهم نفس الفكرة بالزبط الاولاني كان حلو قوي كان حلو قوي وانا شايف ان ده الافضل بكل تأجيد في كل السلسلة ممكن هيبقى ليه سلسلة بعد كده في البيت الله اعلم بس برضو الاجزاء اللي بعد كده برضو كانت حلوة مش وحشة يعني برضو انا على عكس الناس اللي كان بتقول الجزء بتاع الفين وعشة والالفين وتسعة كان وحش اللي هو ده فريدي اه اللي هو بتاع المدرسة والحيلة الصغيرة ومش عارف ايه والكلام ده كله ممكن يبقى له فيديو تاني مفصل لسه مش عارفين فخلينا احسن في نخش في ده مرة تانية في في بتاع الف وتسعة مربة وسبعين كان حلو وكل حاجة بس على وقته هو لان كان ساقيتها ما كانش فيه امكانيات جامدة وما كانش فيه موضوع ده قوي وحوار اللي هما الناس السايكوباتية كان فيه ممثل بصراحة كان عمل دور السايكوباتية حلو اللي هو اخدوه كهيتش هايكر في الجزء الاولاني خالص ده كان انا بالنسبة لي كان دوره حلو وعجبني دوره شكله سايكوباتية فعلا بس مع الاسف ابو وجده اللي كانوا موجودين في الفيلم مع اعطونيش الهايب او مع اعطونيش الايحاء ان هما سايكوباتية او اخاف منهم او ادوني الاحساس ان هما لا دول سايكوباتية لا انت مفروض تقلق على عكس الفين وتلاتة الفين وتلاتة كان فيه اه اللي هو طبعا اللي بموت الناس كان شكله كريبي جدا على عكس بتاع اربعة وسبعين كان شكله يدحك جدا كان شبه قلبس بتاع الكراتيب بتاع زمان بس بكرافاتة وبمنشار اه كان فيه برضو اه ناس ناس موجودين ناس موجودين في 2003 شكلهم كريبي يعني مش شرط ان هي لازم ابقى شكل كريبي لازم احط ميك اوب ولازم احط مش عارف ا اي وبتاع واشي كله بعمل زي ولازم دم ولازم مش عاريف اي لأ انا ممكن يبقى شكل كريبي من غير ما احط اي حاجة ازاي الاولاي اللي كانت موجودة في 2003 اللي هي كان معها العيل الصغير اللي هي اللي كان مع معها العيل الصغير مش عايز اخشه فتفاصيل اكتر من كده عشان وبتاع كان معاها عيل صغير شكلها كريبي جدا حرفين صغيرة خلقت لنا مش طبيعية وحتى جده اللي كان موجود في الفين وتلاتة اللي هو كان قاعد على كرسي بحجلة بنضارة برضو كان شكل شكله يعني مستفز شكله بجد مستفز وموتر للأعصاب بطريقة غدية وكان فيه اللي هو البوليس الشارف اللي كان موجود في سنة الفين وتلاتة اللي كان آآ اللي هما اللي كان رأي حلو علشان يقدر يساعدهم آآ عشان الشارف كان مفروض يساعدهم على موضوع البيت اللي قتلت نفسها في العربية اللي بتاعتلهيت شهايكين بتاع الفين وتلاتة برضو الشخصية الشارف دي مع الفيلانز او مع الناس السايكوباتية او مع العيلة السايكوباتية اللي موجودة في الجزء بتاع الفين وتلاتة برضو قدر يصلي الاحساس اللي هو فعلا انت بني ادم او كائن مستفز ونفسي فعلا تلك او نفسي فعلا اخلص عليك او يا رب تموت بجد الاحساس او الجور او الرعب او التنشنة اللي كانت موجودة في الفين وتلاتة ما حستهاش نهائي في الفيلم بتاع سنة الف تسعمائة اربعة وسبعين وبرضو ما حستهاش اصلا خالص في باقي الاجزاء بتاعت تاكسس شينسو ولا حتى في اللي هو اصلا البداية يعني مفروض ان هو يجب لنا بداية الكاركتر بتاعت ليه هو بقى كده خالص في السا ما حستش بقى اي حاجة والجزء اللي بعدين لهو بتاع تري دي ده انا حسيت ان هو كان مجرد عملينها قال ليه عن الفيلم بقى حينزل تري دي بقى والمنشار حيخش في الكاميرا ومش عارف ايه وايه وعى الدم وكان مجرد عاملين ماركتي او كان عاملين لمجرد الفيلم ده يعني او عاملين لفكرة الفيلم ان هو حيبق تري دي فحتشوف بدم بقى بيطير هتشوف دراع بيتير هتشوف رجلي بتير فكان عاملينه نفس الموضوع بالزبط بس انا الفيلم كان بالنسبالي بتاع تري دي ده كان فاشل جدا هو اللي كان موجود سنة الفين وسبعتاشر كان وحشين جدا جدا انا بالنسبالي لحد النهاردة في كل اجزاء التكسس تشينسول لانا اتفرجت عليها زي ما قلت ما شفتش ولاد تاني ولا تالت ولا الرابع واشوك ان اه ان حقايا الرأي ما اعتقدش انا حقايا الرأي انا متأكد مليون في المية ان احسن واحد كان بتاع الفين وثلاثة ده من وجهة نظري انا الشخصية ممكن حضراتكم لانتم تفرجت على باقي السلسلة ممكن يبقى لكم رأيي تاني ما اعتقدش ان فيه جزء تاني ممكن يعلي على الجزء بتاع سنة الفين وثلاثة يعني انا بفكر اتفرج على الجزء التاني وممكن اعمل له في البيت برضو اجيبت اتشانس مفيش مشكلة اه بس انا من وجهة نظري حتى لو شفت التاني والتالت والرابع انا شايف من وجهة نظري الجزء بتاع الفين وثلاثة حيبقى احسن فيلم اتعامل بتاع في السلسلة بس دي كانت حلقتنا النهاردة في فيلم بتاع سنة الف تسعمائة اربعة وسبعين وبتاع الفين وثلاثة آآ طبعا اللي عارفين آآ عشان برضو ده الكاتجوري جديد في هورو في البيت آآ عامل زي بالزبط زي هوم سينما في البيت مفهوش آآ تخييم مفهوش اي حاجة مجرد سَجَستينج 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 مجرد سجستينج سوع دي كتار mue курر مجرد اقتراح مجرد مجرد اقتراح ميني لكو ان يكوا تتفرجوا على الافلام دي بس النسخة اللي هي النسخة الرعب يعني الافلام الرعب سواء الاسيوية او سوايا الاجنبي وعلى فكرة بلي كتير اوي ما عاملش افلام هوم سينما في البيت هوم سينما برضو في البيت للناس اللي متراعانة جداد وكده بتاعنا بتاع هوم سينما في البيت ده عشان اه الناس عشان برضو يعني باقترح على الناس افلام مش افلام اه عالمية يعني ما اجيش ارشح فيلم مسلا او ارشح فيلم مسلا لا دي افلام بقى اي حاجة رعب رومانسي اي بتاع اي حاجة اه ده بالنسبة لهم سينما وبالنسبة لهم في البيت ان شاء الله بازن الله قريب قوي احتمال الانازل فيديو جديد لهوم سينما في البيت اه لان بلي فترة جديدة ما نزلتش اي حاجة بتاع هوم سينما في البيت انا Därنا انا ع unconστε حتى مش جيد. كان اخر فيديو انا نزلته هو هوم سينما في البيت ان كان هي يعني اه بس ده كان كل كلما عن فيلم اللي كان معانا النهاردة اه ان شاء الله بازن الله بفكر يعني فعاليا بجد سواء النسخة الاسيوية او النسخة الاجنبي او الاجنبي يعني الافلام الامريكاني بفكر فعاليا الفترة اللي جاي ازود من الفيديوهات di يعني كده كده احنا عادين في البيت وما متفرجش على حاجة. آآ وما فيش حاجة جديدة نزلت وما فيش سينمات وما فيش نيلة. فممكن ندوس اكتر فيه دي الفضرة اللي جاية. ومع الاسف انا اسف انا اسف لحد من النهاردة ما اتفرجتش على مع الاسف لسه ما اتفرجتش عليه يعني ده مع الرغم ان كنت متحمس جدا ان اتفرج عليه مش عارف مالي فيها ما زي ما بقول لكم يعني زي ما بقول لكم اتجوجوا ساعة وشتاء وبتاعه فالواحد مش عارف حرفين قاعد ما بعملش اي حاجة انا قاعد متدفي. عشان كده بقول لكم كويس ان انا صورته فيديوهات في الوضع اللي انا قاعد في ده. قاعد ع السرير وبتاعه وبطنية وزي الفل اه. عشان كده لو ما كنتش عملت كده انا حرفين بجد والله لو ما كنتش عملت كده وما طلعتش فيديوهات بالشكل ده. انا ما كنتش الشكل يتفتر اللي جايك وتش هنزل اي حاجة. فعشان كده حبيت ان ننزل فيديوهات وانا اقعد معاكم كده اكيد برضو انت حتليكم بتتفرجوا علي وانتوا عادين على السرير وعادين رفعين البطنية وعادين على الموبايل وبتاع فبالمرة يعني يعني اش معنا انتوا تقودوا على السرير وبالبطنية وانا افضل اقعد متهلج يعني فخلينا كده الفترة اللي جاية معلش فترة الشيطة استحمله الوضع وضع الكونغور اللي انا قاعد فيه ده معلش يعني لحد بس ما انا فترة كده الدنيا تبقى ساعة شوية والواحد بيبقى قادم الدفي فاستحمله الوضع الكونغور اللي انا قاعد فيه ده وتقريبا فيه خناقة برا استحمله الوضع اللي انا قاعد فيه ده الفترة دي ولحد ما ان شاء الله نرجع تاني الوضع اللي احنا كنا فيه الاول يعني بس اه ما عنديش اي حاجة تانية اقولها لفيلم بتاع الف وتسعونة واربعة وسبعين والفين وتلاتة اتمنى الحلقة يكون عجبتكم وان شاء الله شوكم فيديوات تانية قريب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هومالون اللي ان شاء الله بازن الله الفترة اللي جاية هنزل لها فيديوهات كتيرة جدا انتظروا فيديوهات آآ هورور جيمز كتيرة اول فترة اللي جاية وفيديوهات برضو آآ قصص او لقصص رعب بصوتي انا عاملها بس باتكلم فيها بالانجلش وبحطوه بالعربي عشان اللي حابب يسمع وينام ويتخيل مع نفسه او اللي حابب يسمع ويقرأ الترجمة ففي كده وفي كده يعني ازا ما انتو حابين بس وما تنسوش تعملوا يفولو لايك على فيلس بو تويتر وانستجرام ولو حابين تدعموا القناة دي ماديا على بيتريون وبي باي بال هسوم لكم في الديسكريبشن وباي باي اشتركوا في القناة